في قرية نائية كان يعيش شاب يدعى علي شغوفا بالأساطير القديمة في ليلة مظلمة قرأ عن طقوس استدعاء الشياطين في كتاب قديم وقرر تجربتها بحماس جمع مجموعة من أصدقائه في الغابة أشعلوا الشموع وكتبوا الرموز على الأرض كلهم يتطلعون إلى ما سيحدث فجأة اهتزت الأرض وظهرت ظلال مخيفة عيونها تتوهج باللون الأحمر استدعى علي كائنا أسمه ملك الجحيم لكنه لم يعرف عواقب الأمر الكائن الذي كان يقبع في عتمة الخلود خرج غاضبا يبتسم ابتسامة شريرة بمجرد أن هتف علي باسم الكائن زادت العتمة وبدأت الأرواح الشريرة تعيث فسادا في نفوس أصدقائه واحدا تلو الآخر سقطوا تخطف أرواحهم إلى العذاب في لحظة أدرك علي أنه أطلق العنان لقوة تفوق طاقته كانت النتيجة الفوضى والموت وعلي كان الوحيد الذي بقي محاصرا برائحة الفساد وظلال الموت عادت الغابة إلى هدوئها لكن دون أن تنسى تلك الليلة الرهيبة حيث اختطفت الأرواح بسبب فضول آدمية